على الرغم من التلويح بالتدخل العسكري في النيجر تتصاعد نداءات اتباع سبل أكثر سلمية لإعادة الأمور إلى نصابها وسط تحذيرات من تدعيات أي تدخل عسكري في البلاد مواقف الدول الغربية تباينت إزاء التدخل العسكري المحتمل الذي لوحت به مجموعة إكواس الإفريقية في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة حيث وقفت إيطاليا في وجه فرنسا وطالبت بالتمهل في تلك الخطوة داعية إكواس إلى تمديد المهلة التي منحت للانقلابيين بغية إعادة السلطة الدستورية وبينما وصفت واشنطن المحادثات مع قادة الانقلاب بالصعبة جدا بعدما رفضوا الضغط الأمريكي من أجل إعادة البلاد إلى الحكم المدني فإن الخارجية الأمريكية والبنتاجون أكد أنه لا تزال هناك فرصة لحل الأزمة سلميا ومن المقرر أن يلتقي قادة مجموعة إكواس الإفريقية في قمة الخميس المقبل في العاصمة النيجرية أبوجا لبحث خياراتهم إزاء الانقلاب وسط تحديات حقيقية لاعتبرات عدة فهناك خلافات داخلية بين دول المجموعة الخمس عشر فثمت دول من داخلها تعارض التدخل العسكري وأخرى ترى أن الكلمة الأخيرة لفوهة البندقية فهل هناك بصيص أمل لإنهاء الانقلاب سلميا أم أن أمر التدخل العسكري بات الخيار الوحيد موسيقى